يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ سائل يسأل فيقول ما هي أحكام قضاء الصيام الواجب؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقضاء الصيام ينبغي المسلم أن يتفقه في قضاء الصيام إذا أفطر أيام من رمضان أو كان عليه قضاء نذر أو غير ذلك أن يعلم هذه الأحكام كل من أفطر ولزمه القضاء ممن أفطر الصيام الواجب يلزمه القضاء بعدد الأيام التي أفطرها هذا من الفقه للقضاء الصيام من أخر الصيام إلى شعبان القضاء إلى شعبان إذا كان من رمضان فلا حرج لكن الأفضل المبادرة بالصيام من أفطر بغير عذر ويصلي فعليه أن يتوب إلى الله تعالى ويستغفر الله لأنه عمل جرما كبيرا وارتكب ذنبا عظيما وإذا كان قد أفطر يوما من رمضان جاحدا لمجوبه فهو يكون كافرا أما إذا كان من بات الساهل ويعني عدم الخوف من الله فإنه يقضيه إذا كان يصلي أما إذا كان لا يصلي فالأصل أنه غير مسلم على الصحيح لأن من ترك الصلاة يكون كافرا فلا يقبل القضاء وإنما يسلم من جديد يتوب إلى الله تعالى ولا يقضي لأنه كان كافرا أثنى قضاء أثنى صيام هذا اليوم الذي أفطره أما إذا كان يصلي ويقوم مع أمر الله تعالى به ولم يأتي بناقض من نواقض السلام فإنه يقضي هذا اليوم وعليه أن يعلم بأنه قد ارتكب جرما عظيما وذنبا كبيرا عليها أن يتوب إلى الله تعالى منه ومن الإحكام لقضاء رمضان قضاء الصيام أن يعلم المسلمين أنه يجوز التفريق في قضاء رمضان فعدة من أيام أخر سواء كانت الأيام متصلة أو غير متصلة فإنه لو صام يوما وأفطر يوما في قضاء رمضان أو صام أياما وأفطر أياما أو أخر رمضان إلى شعبان صيام رمضان إلى شعبان لكن الأفضل أن يكون على الفور لأن هذا من باب إبراء الذمة تعجيل بإبراء الذمة وما يدري الإسان ماذا يعرض له فالأفضل له أن يصوم على الفور والأفضل له أن يتابع الصيام حتى يقوم بهذا الواجب ولو لم يتابع الصيام بل صام يوما أفطر يوما أو ثلاثة أيام أفطر أياما لا حرج لكن الأفضل المتابعة وعلى الفور لأنه لا يدري ماذا يعرض له كذلك لا يجوز تأخير قضى رمضان إلى رمضان آخر بغير عذر لا بد أن يقضيه قبل الرمضان الثاني فإن فعل بغير عذر فإنه يأثم وعليه أن يقضي ويطعم مع كل يوم مسكينا لأن الصحابة أفتوه بأنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا أي مع القضى تأخير القضى إلى رمضان آخر بعد بعذر لا شيء عليه إنسان مريض ما استطاع أن يصوم رمضان ثم استمر المرض معه إلى أن جاء رمضان الآخر أو أفتر من رمضان أياما واستمر المرض معه إلى رمضان آخر والمرض مستمر ثم شفي قبل الرمضان الآخر فصام رمضان فإنه يقضي بعد رمضان الآخر ولا شيء عليه لأنه كان معذورا لا حرج عليه والحمد لله كذلك من كان عليه قضى رمضان أياما ولم يفرط حصل له مرض في آخر رمضان فأفتر ثم استمر المرض معه إلى أن مات فإنه لا صيام عليه ولا يقضى عنه لأنه لم يتمكن من قضى هذا الصيام وهذا فضل الله تعالى على عباده ولكن إذا مات وهو قد استطاع أن يصوم ولكنه لم يصوم للكسل وعدم العناية فإنه يصوم عنه وليه قول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه ولا يلزم الولي أن يصوم لا يجب عليه لأن الله تعالى قال ولا تزر وازر ثنوزر أخرى لكن هذا من باب الأفضلية من باب انتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يصوم عنه أحد فإنه يطعم عنه من ماله مسكين عن كل يوم لأنه ما حد تبرى له أن يصوم عنه وكذلك قضاء الفرض قبل صيام التطوع لأن الفرض أولى فإذا كان صام صام الإنسان يريد أن يصوم الأيام الستة من شوال وعليه قضاء من رمضان فإنه يبدأ بالقضاء لأنه إذا مات فإنه لا يلزمه أن يصوم الستة لكنه يلزمه أن يقضي ويبقى دينا عليه فيبدأ بالفرض ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال فوقال صام رمضان يعني ما صامه كاملا فالذي لم يصوم رمضان كاملا لا تعتبر له الستة أنه صامها بعد رمضان من دخل في قضاء صيام فرض فإنه لا يجوز له أن يقطعه ويفطر فإذا كان عليه نذر وصامه وفي أثناء اليوم أراد يفطر بدون عذر لا يجوز له ذلك أو كان يقضي رمضان أيام من رمضان ثم جاء له أراد أن يفطر لا يجوز له ذلك إلا بعذر يجوز له به الإفطار في رمضان هذا ينبغي أن يعلم وللصيام التطوع فضائل عظيمة وأحكام في ذكرها العلماء رحمهم الله وتعالى أسأل الله التوفيق لي ولكم لكل ما يحبه ويرضاه اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اشتركوا في القناة